افتاح يا ست مانال هانم افتاح يا أختي ما عادش غير القتالين القتلة والمجرمين اللي هنسيبهم افتاح يا ديت هنجي افتاحي وإلي هكسر البيت ده على اللي فيه وعليه وعلى أعدائي اين بتعمله ده؟ اين بتعمله ده يا رجل ده؟ الله فيه حد يخبط على الببان بالشكل ده خليك في حالك أنت عطار الغابرة واللي ملكش فيه ما تحشرش نفسك فيه لا ليه فيه؟ عشان الراجل ده يبقى في مقام أبوي طب ايش باعوا ببعد يا أختي انتوا هو وابسيته لعوا بجازي سود في وقت واحد أنا ليه يا بنتي اللي بتحصاني وبتبني في كلامي روحي له يا أختي تعالها هنا انت راح فين يا أخي؟ ايه يا أخي يا بنتك عملت ايه يعني؟ دي عادة في بيت جوزها بقولك ايه؟ ابد عمسكتي دلوقتي مش حمد يا حاجة ميت ابد عمسكتي دلوقتي وإلا حمد ايدي عليك تمد ايدك؟ تمد ايدك على ميت لا دا انت كبيرت بقى وخرفت لعمل حساب للعشرة ولا للجيرة ولا لحرمة الستة الطيبة الله يرحمها اللي كانت معا مرة البيت ده انت تجيب نفسك وليه؟ لا تعلي صدق علي انا جاي اخد بنتي هو مالو واللي جاي اخد بنتي يا خوزها بالسكنة يا يا أخي ما تحترونا يا ناس؟ بس بقى يا أبا بس بس حرم عليك فيه فرجت علينا الناس هي مش عايزة تيجي معاك وبعدين مش عيب عليك تبقى راجل كبير كده والمفروض ان انت عارف ربنا وتروح تجيب لي بيتك عريسه ايه على زمت راجل تاني اقولك ايه؟ خليك انت على جنب دلوقتي احسن امد ايدي عليك يا انا لطيقك ولا طيق اخوك ولا اي حد من ريحتك ريحة؟ ريحة مين يا غريحة؟ دي انا مستحملك عشان خاطر بنتك والعيش والملح اللي انت مزنطقوش لكن اقسم بالله و ديني و اعبد لو غلطني فيها انا مش هسكتلك هتعملي ايه يا بنت ماجدل بقى لك؟ بس بقى يا ابن بس كفاية حرام عليك كفاية انت اللي كفاية ويكش تكون التعاصي بقى وعرفت ان الجادة دي لاتسابنا ولاحنا نسابها ايه على اخر الزمن حنسب مجرمين وبتعصيني في الاخر وتسيبي البيت اقولك يا عاجمي ايه دا كده ايه دا وتعالي هنتكلم تحت ملاش نتكلم هنا تعالي هنتكلم تحت انا مفيش تحت ولا في اي حتى انا جاي اخد بنتي من سوكات ما عادشك عن اي حاجة وانا مش هسيب البيت دا انا هافضل اعدى هنا هافضل اعدى هنا ومستنى يا جوز مستنى يا فين يا اختي مستنى يا لما يخلص تبيضة ولا الاعدام هيرجع هيرجع علشان هو مظلوم وانا ست بقى هو على زمت راجل ايه رايك بقى؟ ولو مدت ايدك علي تاني هورلع في نفسي هنا دلوقت بيتي يا بات بيتي ست بيتي ست يا انجي قصدي على زمت راجل وانت حتي دهت في ايده وجوز تاني له اه مهو الكلام دا كان زمان قبل ما يبقى مشبوه وهربان والفوليس بيجري وراه وحيطلوه وحيجيبه بالاخر وحيتصفة لولا انها قعب اخدت وقلت الى انت اللي تصفى يا بعيد بقولكوا ايه انا دماغي مطبلة وبزيادة ومش هتتطبل اكتر من كده انا ممكن اصور هاتيه لانا دلوقت يا حالا انت ايه يا اخي انت ايه انت فرقت الناس عليك وعلى بنتك اتق الله بقولك يا بنتي يلا انزلي روح مع ابوك دلوقت روح روح معاو كفاية بقى مشاكل يلا هو دا كلام العقل والناس المتازنة والموزونة مش كلام الناس اللي بتخرف انت هتعيب تاني يلا يا بنتي يلا انزلي روحي علشان اليوم دا يعد على خير ارجوكي انا مش رايحة في حتة انا عادة هنا في بيت جوز بقولك يا عاجمي انت تسيبها قعدة مع البناية يومين ثلاثة وكده كده محارب مش موجود استهدى كده بالله والتيق الله وتعالى نقعد نتكلم تحت على القهوة تعالى هو انا لا رايح قهوة لا رايح في نيلة بقسها من عظما لو مرجعت البيت النهاردة انت عارفة يحصل لك ايه بس اخولي بس اخولي يا بنتي الدولة مش مستهلة انت تعادي معها يومين ثلاثة كده وبعدين تروحي انا عارف انا عارف انك مش موافق على كل اللي بيقوله بس نعمل ايه ابوكي ده ابوكي يلا يا بلك ايه ربنا يصلح الحال يلا يا جماعة يلا يا جماعة كل واحد يروح لي حاله وتفضله تفضله يا ناس اشتركوا في القناة